الدخول في مفاوضات جدية يعني ننتظر إلى المصادقة تستعد الأحزاب الكردية الفائزة في الانتخابات خاصة الديمقراط الكردستاني لإطلاق ورقة تفاوضية قريبا للدخول في مفاوضات مع الأطراف الفائزة بالانتخابات في بغداد سواء كانت شيعية أو سنية أبرز ملامحها رئاسة الجمهورية ومبدأ الشراكة والتوافق والتوازن المحكوم دائما بمصلحة طرف على حساب آخر الكرد معروفة يعني هم بالتأكيد يريدون تطبيق الدستور وبالتالي هناك أعزمات كثيرة عشناها في المرات السابقة مع الأطراف الشيعية بالتحديد وبالتالي الكرد هناك مثلا لديهم تطبيق المادة 140 تطبيق عودة الفيشمرق إلى مراتق كاركوك وغيرها وأيضا الشراكة الحقيقية ووفقا للمشهد الحالي فإن سير التحالفات بات أمام مسارين سواء كان للكتلة الكردستانية أو غيرها إما الانضمام مع الكتلة الفائزة بأعلى عدد من المقاعد البرلمانية أو التوجه نحو مسار الكتلة الأكبر تحالفا وتقاربا وهذا يعتمد بشكل أساسي على قناعات الأطراف الرئيسية وهي الأساس في تشكيل الحكومة المقبلة أنا أفضل أن يكون بين المفاوض الكردي والمفاوض العراقي طرف ثالث حتى لا ينتحك عقوق الأكراد كما كان في السابق منذ سبعة سنوات طبعا قطعوا ميزانية الأقليم بحجة جواهية ومن ضمن الورقة القانون النفط والغاز لأن هذا القانون معطل منذ سنوات وكل سنة وكل حكومة تحولها إلى الأخرى أغلب الأحزاب والكتل السياسية أعلنت لجانها التفاوضية لتبدأ الاجتماعات خلف الكواليس سواء كانت هنا في أربيل أو في بغداد لتوحيد صفوفها للخروج بمبدأ توافقي لحسب المناصب السيادية الثلاثة رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة ورقة تفاوضية كردستانية ستطرح قريبا لبدء مفاوضات المعلى أطراف السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية أساسها الشراكة في تشكيل الحكومة المقبلة وحل جميع الخلافات العالقة ما بين المركز والإقليم على أسس دستورية عادلة من أربيل بشيرة الحسن قناعة الفلوجة